بسم الله. من الحاجات اللي هتغير وجه العالم كله. موضوع الموك. ايه موضوع الموك ده? موضوع الكورسات الموجودة اونلاين على النات بحيث ان اي حد ممكن يتعلمها. ممكن اي حد في العالم كله وصفة في العالم التالت او في اي حتة. يدخل ويتفرج على الكورسات. الكورسات دي هتبقى مبلغ رهيبة جدا. في دول امريكا لازم تسافر. فانت محتاج ميزانية رهيبة جدا لازم تسرق بانك عشان تعرف تروح تسافر برا وتروح تاخد الكورسات ديت. لا الحاجات دي بقت خلص موجودة على النات بلاش ممكن ان تدخل على النات. النات بدأت اسمع كورسات بدل ما تعود تتفرج على اركة او ارتيجة على النات. لا ممكن تتفرج على كورسات دي هنفذك كتير جدا. من اقوى الموقع موقع كورسيرة لان هو الكورسات بتبقى معتمدة من جماعات كبيرة جدا. والشهادة بتخرج من جماعات كبيرة جدا. وده كاتر جامعة هم ما اللي بتدوها. والكورس بيبقى فعلا اه موسك وبيشوفوا المعلومات فيه صحية ولا لا. مش اي حد بيقدر رفع كورسات يعني في مواقع تانية بتدخل بتعمل حساب وترفع كورس ونس تتفرج سواء حلو ووحش ما فيش حد بيراجع على كورس بتاعك. لو هيراجع بيراجع على الصوت حلو الوحش. كأنك الدخل تغني. فان تانية بتلاقي كورسات قوي جدا. آآ بتلاقي كورس بتقدر بتدخل. وانا عادت الحمد لله هو تلك كورسات. السري دي برانتج والبيسون واحدة في في الادارة. انت شهادات تهايت. تمام? وكل واحد فيهم من جامعة مختلفة. بس انت لما تيجي تطلع الشهادة بيقول لك احنا عايزين بس ترسوم ايه تقريبا تمانين دولار للشهادة او خمسين دولار حسب الكورس. آآ انت لما تيجي بص هنا هتلاقي الشهادات اللي انا اوخدها. آآ كورسات انا مدفعتش في حاجة خلص. طب ازاي? انت في لو كورس عجبك وحاس انه هيفيدك بس بشي تدر تدفع الفلوس. لان فرق الدولار عن الاجرين المصر بيفرد كتير. فممكن تبعت لي بس رسالة تقول له انا عايز الكورس دوت هيفيدك من استقبلي. بس بشمع الفلوس فهو بيديك المنحة ديات. تمام? فهي كل بساطة في حاجة اسمها اي كورس بتختاره. خلينا اختار مثلا دوت. اللي هو ده كورس بيعلمك ازاي تكتب باحترافية بالانجليزي. انا اللي بعرف اكتب الانجليزي والعربي. فمحتاج الكورس ده فعلا. بيقول له انا انا محتاج الكورس دوت فهو بيسألني بس اسئلة بسيطة. ما فيهاش اي حي خلص. يعني بيسألني الكورس ده يفيدك في حياتك المهنية ازاي? وخلاص. تمام? فبتلاقي في قلب الكورس بتلاقي حاجة اسمها فانشل ايد از افايلابل. يعني الكورس متاح لك ان انت تاخده مجاني. طيب بتدوس عليه. لنمور ان دابلاي. هيستألك دخلك بالدولار قدي ايه? انت موجود في اي دوله? اواه. انت هيفيدك في ايه في حياتك? تمام? انا كتبت يعني اول كورس خدته كتبت بس مالحوظة يعني الحاجات ديت. وبقى اي كورس وهم بصوا عليها بعد ثلاثة اربعة ايام راح بعيدت لي خلاص على الموافقين دلوقات حاليا اي كورس بختاره ووتوماتيك بيدهولي تقريبا عشان كتبت مصر الله اعلم يعني ممكن يكون في منحة مخصصة للدول اللي هي في العالم الثالث فهو بيدهاله اوتوماتيك تكتب انت محتاج الشهادة دي ازاي هتفيدك في المجال بتاعك وازاي انت محتاجها بس لاكتر ولاقل وخلاص بتلاقي المنحة خلاص كورس خط فيه مجانية وكورس دي ده طبعا بتخلصه كورس بيبقى عبارة عن بعض المحاضرات فيديو تسمحها وبعض الاسئلة بتختبر انت فعلا تشوفت الفيديوهات وفي انتهى ولا لا والشهادة بتطلع في الاخر الكورس بيبقى في حدود مثلا اربع اسابيع تمن اسابيع كل اسبوع فيه بيبقى فيه شوية فيديوهات الفيديوهات كلها ممكن تخلصها في ساعة ساعتين فالموضوع سهل بسيط مش معجز وش انتحاري لا الموضوع لو انت رتبت وقتك كده كل يوم ربع ساعة تقدر تخلص كورسوات ان شاء الله في شئ مشكلة خلص ورباني وفاكوا جميعا ترجمة نانسي قنقر